في فقرتنا القادمة مشاهدين نتحدث عن وفيات الأطفال في المجتمع العربي من خلال الأحصائيات التي قامت فيها جمعية بيتارم حول هذا الموضوع تلخيص شامل لمعطيات عام 2017 من جيل صفر حتى طبعاً 18 عام هذا ما نقصده عندما نتحدث عن وفيات الأطفال يشير التقرير أن عام 2017 شهد 143 حالة وفاة لأولاد نتيجة تعرضهم للإصابة في المنزل وساحاته وطبعاً رح نتحدث عن هذا الإحصاء أو التقرير من جمعية بيتارم بشكل وافي وكافي أكثر ونغوص ربما في تحليل عميق حول سبب هذه المعطيات وهذه النتيجة المقلقة في البلدات العربية مع ضيفتنا في الاستيديو أسيدة كيتن ويسر قعوار أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك طبعاً حضرتك مختصة بموضوع أمان الأولاد من جمعية بيتارم ومثل ما أشرت في بداية هذه الفقرة يعني إحصائيات مقلقة شهدناها إثر المعطى الأخير لإحصائية الجمعية 143 حالة وفاة للأطفال في البلاد 79 حالة من الأطفال العرب هي الأكثر من النصف ونحن فقط نشكل 20% من سكان هذه الدولة أكثر يعني لدى تدقيق المعطيات اللي هي طبعاً تشير إحنا هون بنعمل مقارنة بين الوسطين الوسطة اليهودية ووسطة العربي والأجيال الأطفال اللي إحنا نتحدث عنها أو نتطرق للمعطيات اللي هي من جيل الولادة حتى جيل 17 عام واللي تشير كمان أيضاً أنه هن بيشكلوا في داخل المجتمع في داخل الدولة اللي هي 28% من الأطفال 20% اللي هن كبار وصغار وبما أنه إحنا هون بدنا نكون نعطي هذه المعطيات اللي هي تكون نوعاً ما تكشف لنا عن وضع المجتمع العربي والأطفال بشكل خاص من ناحية أنه كوفيات وأيضاً كإصابات اللي هي كمان تحتاج إلى المقوث في المشافي بداية يعني عندما نتحدث عن حادث طرق نتحدث أنه هناك قد يكون العامل سرعة أو تكون عطل في المركبة وعدم سيانة أو هناك متابعة سيانة المركبة أو ممكن يكون أنه هناك عامل بشري آخر نرجع لكل العوامل يمكن يكون عوامل بشرية لحدوث هذا الحدث ولكن كأنه هناك يعني إحنا مننهي الموضوع أو بحالة إصابة مكثة طبعاً هذه الحادثة أنه كانت في داخل المستشفى أو أنه هناك كان في عنا حالة وفاة ولكن الأبعاد هي أبعاد يعني خطيرة وأبعاد اللي ممكن أيضاً تتشعب لعدة طبعاً هناك أطر اللي هي قد تكون متعلقة أيضاً في العائلة وأيضاً في نواحي أخرى إن كانت مؤسسات أو إن كانت هناك أوضاع اقتصادية أو إن كانت مخصصات ممكن يكون من التأمين الوطني فهناك ممكن يكون في عنا أبعاد كثيرة رح نتحدث عن هذه الأبعاد كيتي لكن في البداية يعني عندما إذا أردنا أن نتطلع على هذه النتائج يعني نرى بأن المجتمع العربي موجود في ضائقة في هذا السياق هل هي ضائقة الإهمال؟ هل هي ضائقة قلة الوعية؟ ما هي يعني العوامل اللي بالفعل ممكن أن تؤثر بشكل جداً مباشر على هذه النتائج؟ يعني بداية إذا إحنا بدنا نيجي نتطرق لموضوع الأمان وهذا يعني بداية التطرق تلاقيه كحادث طرق إنه ليس فقط محصور في حادث طرق وكيف إيش الممكن تكون النتائج من هذا الحادث ولكن بداية الحوادث بشكل عام يعني هي قد تكون مرتبطة في النواحي الاجتماعية قد تكون مرتبطة في البيئة العامة اللي بتحيط الطفل وأهل الطفل كمان أيضاً هي قد تكون متعلقة كمان في الأجيال الأزواج اللي هن طبعاً هناك مقبلين على الحياة الزوجية ويصبح عندهم أولاد هي قد تكون ممكن إنه تكون مرتبطة في الوعي عند الأهل إلى مدى ممكن يكون الأبعاد التصرفات والسلوكيات اللي قد ممكن طبعاً هناك تكون نتائجها صعبة يعني الصعبة للغاية اللي هي بتكون فيه هناك فقدان للطفل صغير بداية لما نجح نحن نحن نحكي عن الأوضاع الاقتصادية كيف ممكن إحنا نربطها مع أمان الأطفال أو إنه ليش الحوادث ممكن تصير لعائلات اللي هي ممكن تكون طبعاً هناك ذات مدخول خلينا نجي نقول أقل منه المتوسط وكيف ممكن هناك تكثر طبعاً هناك تتزايد الحوادث والإصابات يعني الوضع الاقتصادي قد ربما إنه يكون إنه هناك عدم مقدرات العائلة إنه هي تهيئ هناك ساحة آمنة للأطفال بداية يعني إحنا هنا بنحكي عن إطار الداخلي في داخل البيت ساحة آمنة يعني يكون هناك فيه عندنا مجال إنه يكون فيه عندنا فصل ما بين الساحة اللي هي ممكن يكون فيها موقف للسيارات وممكن يكون فيه المكان اللي هو قد يكون إنه هون بحاجة لهذا الوقت الفراغ اللي هو يقضي فيه الطفل ولكن كمان هون فيه نقطة اللي هي ممكن تكون كمان مرتبطة في العائلة اللي هي الأم أو الأب أو حدا إنسان بالغ يعني حتى لو فيه عندي متوفر هذا المكان الآمن يجب أن يكون هناك مرافقة ومراقبة فعالة لهذا الطفل عوامل كثيرة تدخل في كل قضية هذه المشاكل أو هذه الحوادث البيتية أو في حوادث الساير وكل ما تطرقت إليه كاتي لكن يعني سندخل في تفاصيلها كل قضية على حد النسواء لكن ما قبل ذلك أريد أيضا أن نستعرض معلومي بأنه أيضا يعني الإصابات في الضواحي هي أكثر منها في المركز هذا أيضا ما أشار إليه يعني الإحصاء الأخير ما سبب ذلك؟ بداية نحن هنا نتطرق أنه هناك المجتمع العربي وين يعني وين يتمركز وين يقطن وعمليا فيه عندنا هناك منطقتين اللي هني طبعا هناك بتكثر فيهن المجتمع العربي في تواجدهن مثل الجنوب وفيه عندنا هناك منطقة الشمال أقل في منطقة المركز مع أنه إحنا نعرف أن المستوى المعيشي هو الأفضل وهو ممكن يكون طبعا هناك أفضل من ناحية أنه هناك كل الأجور وكل الأعمال ومتوفر فيها كمان أيضا هناك شروط العمل اللي هي في المركز ولكن أقل هناك متواجدين للعرب فمنطقة الشمال ومنطقة الجنوب وطبعا مقارن بين منطقة الشمال ومنطقة الجنوب هناك ممكن يكون العدد أكبر مش ممكن أكيد العدد أكبر من ناحية الوفيات وأيضا الإصابات اللي هني بتعرضوا لأيهن الأطفال في منطقة الجنوب وهنا كمان أيضا نشدد أنه منطقة الجنوب تختلف في البنية التحتية اللي هي متواجدة فيها تختلف عن اللي خلينا نجي نقول البناء السكني اللي موجود للعائلة عدد أفراد العائلة النمط حياة مختلف ناحية اقتصادية كمان هناك في تفاوت وفي فروق ما بين الشمال وبين الجنوب ولكن كمان هنا نشدد ونحدد أنه كمان في منطقة الشمال أنه في عندنا هناك نسبة لا يستهان فيها من الوفيات الأطفال العرب وهذا طبعا هنا نحن نلقي الملامي أو نحط أصبع الاتهام في كل مرة على السلطات وعلى المؤسسات ولكن هذا لا يعفي المؤسسات والسلطات المحلية والبلديات أنه هناك يعني فيه إمكانية بكيفية أنه هناك توفير أطر مناسب للأطفال ومساعدة الأهل في كيفية أنه هناك تهيئ يعني يكون فيه هناك أنه أكثر مساعدة للأهل وين يتواجد الولاد في القتقات الفراغ بدون أن نشك نسألتنا أيضاً اجتماعية حول هذا الموضوع تفضلي بدأ أعطي كمان مثال يعني إذا إحنا اليوم بدنا نحلم أنا وياك شوئية صغيرة ونشوف أنه إذا فيه عندنا هناك بدناش نحط أنه الوضع الاقتصادي هو عائق فعندنا هون وضع اقتصادي مناسب جداً وفيه عندنا هناك كل الشروط اللي ممكن الأهل ينبي حاجة لإلعا يجيوا أن يوفروها لأولادهن نيجي منفوت أنه هناك فيه عندنا بيت اللي هون بنى ممكن يكون من بناي من عدة طبقات ممكن يكون فيه عندنا البيت خاص فيه عندنا ساحة آمنة لمتوفر فيها كل الشروط اللي هي طبعاً هناك مناسب للأطفال حتى ممكن يكون هناك متوفر لإلهن في وقت الفراغ أن يكون فيه عندنا المكان للعب وتكون مهيئة مش الخردوات اللي إحنا براد ما بدنا إياها الكنبل ما بدنا إياها أي شيء اللي هو إحنا بدناش إياه إحنا بصفنه فيه عندنا هناك الساحة هي مخزن للخردوات اللي هي موجودة عندنا اللي هي غير صالحة وقد تسبب كمان هون مخاطر طبعاً فعملياً إحنا منيجي منفوت على البيت البيت فيه هناك الحاجز الواقع على الشباك فيه عندنا الشرف الآمنة فيه عندنا كل وسائل الأمان كل شروط الأساسية اللي هي المفروض أن إحنا نتبعها حتى في الفيوزات القهرباء أو إن كانت في المطبخ تمام وعملياً إحنا هون منضيف أن السلطات المحلية وأيضاً البلديات هي بتوفر كمان حضيقة ألعاب آمنة هذا مثال هذا غير موجود على قبل الواقع نعم يعني إحنا دائماً لازم نذكرها نحاول إنه إحنا نكون وتيجي إنه هناك السلطات والبلديات تشتغل مش على الصعيد مدخل البلد أو إنه على الصعيد العام وين فيه هناك مركز القرية أو مركز المدينة وإنما تعمل على كل حي وحي إنه توفر له حضيقة ألعاب آمنة في حال لتوفر هذه الشروط فعملياً إحنا إذا هاي توفرت هاي الشروط نرجع للأهل هل هذا يكفي إنه هناك في عنا شروط الأمان ولا المفروض إنه يكون كمان في عنا نرجع للنواة الأهل المراقب الفعالي هي شيء أساسي مهم وجداً مهم لمنع هاي الحوادث والصبات قبل ما نستكمل هذا الحديث وقبل ما نجاوب على كل قضية العوامل المؤثري بغض النظر عن الأوامل التي تحدثت فيها في البداية هل العرب في البلاد بيعوا هاي النقطة ما برأيهم السبب الأساسي والمركزي للوفيات التي تحصل والمشاكل البيتية والحوادث البيتية عند الأطفال كما لصبحنا غير اهتمت أن ترصد هذه الأفكار من المجتمع العربي في الشارع نبض الشارع في هذا الفوكسبوب أنا أقول أول شغلة يعني أكثر شغلة ممكن تكون بارزة بالوسط العربي أنه هناك زواج المبكرة عند الشباب والصبايا اللي أنه بيكونوا شوعين لكل قضية أنه الاعتناء بالطفل واهتمام فيه ومتابعة الأمور التغييرات اللي بيكون فيه عشان هيك ممكن أنه ما ينتبه أن الولد بيكون مريض أو بيستحتروا أمرات بحم معين أو بشغلة معينة ومش مشكلة بتروح أكثر إهمال وضغط الدنيا والتشغال وأنا عارفة أن كل شيء هنا مرتاب نظام مش مثل عنا إهمال إهمال وقت أطلعوا بعنا إشي مبالغ فيه إهمال ثم إهمال ثم إهمال لازم أتمنى يعني من كل أهالي سمعوني أميات بالذات الأميات والأباء بالذات الأميات بأطفالها بثماني تروح بالذات البنسون بالسيارات في عنا إهمال للإشهادة يعني ممكن أنا أكون بالسيارة ودني حامي معي بنتي أو ابني فأنزل داشت شغلي من دكاني أشوف صاحب مثلا أشوف أنا عارف خالتي أو خالي أو هذا اللي يأخذ من الوقت أنسنوا معي طفل البسوحة أطفال للأهل بشكل عام اليوم الأبو لما برجع لورا صارت عدس حوادس عنا وبس الوسط العربة أنا بحكي بديش أحكي عن وسط اليهودي مشان بدير بالل أكتر مننا بس عنا إحنا أكتر إهمال بكلب البيت إنه مكتر كتير أطفال لما الأهل رجعوا مطلعوش وراهم أو ابنهم داير الأم أنت تبعتش هذا إش مهم أنه دير الأهل يدير بالعلى على أطفال المفروض أنه الانتباه يعني لكل إشي ممكن يؤدي لخطورة حياة إنسان هذا إنسان حرام شو زنبو طفل ينسوه في السيارة مجرد أنه راحت مثلا بدها تجيب غرض تنسى ابنها يؤدي إلى اختناق في داخل المركبة نتيجة الضغوطات يمكن اليوم اللي موجودين إحنا فيها اللي كله النهار بطل يكفينا يعني 12 ساعة حصار بدنا أكتر بالنهار مشان نلحق كانت الأجوبة على السؤال لماذا حسب رأيك هناك وفيات عند الأطفال العرب بهذه النسبة العالية كنت يعني سمعنا هيك الأجوبة وانقسمت ما بين بأغلبيتها أيدت أن قضية الإهمال هي سبب الرئيسي البعض الآخر يعني يقول بأنه الضغوطات الحياتية هي أيضا عمل لا يمكن الاستهانة به بداية بدي أستبدل يعني نوعا ما بكلمة إهمال يعني صعبة جدا يعني أنا يعني لا أنا ولا أنت ممكن نفكر ولولا لحظة أنه هناك في أهل هني بهدفهم أن يهملوا أطفالهم وطبعا يعني هاي نقطة جدا مهمة يعني إحنا مش القاضي ولا الجلاد ولكن إحنا بهدف يعني هنا في كل البرامج التوعوية وكل الإرشاد اللي هو هدفه أنه إحنا نزيد من وعي الأهالي ونعطيهن أمثل ونماذج اللي هي صارت لعائلات اللي هي في السابق اللي كانت هي هناك تعرضت لهذه الحوادث وكيف أنه إحنا نتعلم أنه ما تتكرر هاي الحوادث ولصبات وهنا كمان طبعا أيضا بالتقرير أنه حكوا على قضية عدم انتباه ربما أنه أنا بستعين في هاي الكلمة عدم انتباه الأهالي لعدة أمور اللي هي موجودة في المحيط تبع الأطفال لأنه هني اتربوا وترعرعوا على نمط حياة والسلوكيات اللي هي تختلف عن إيش اليوم هني عم بربوا أطفالهن على سبيل المثال يعني هناك في عنا تطور مخيف إن كان في التكنولوجيا وإن كان عدد السيارات وعدد طبعا هناك اللي صائقين الجدد اللي هذا كان في السابق يعني أنا بتذكر يعني قبل عشرين سنين ما كان متوفر فاليوم إحنا بنشوف أنه اليوم الشاب أو الصبي في داخل المدرسة بصف 11 وصف 12 أصبح معهن هون رخصتي يعني السياقة وهذا الإشي عم بزيد من الخطور لأنه هدول كمان هني الشبيبي في عندن هناك محفذات اللي قد كمان هي تؤثر على اختياراتن على تصرفاتن على سلوكياتن وإن ممكن يكون نموذج للأطفال الأصغر ممكن إخوتن بعرضوا حياتن وبعرضوا حياة الآخرين على سبيل المثال كمان هون صار في حديث كمان أيضا اللي بحب كمان أدمجه وهذا واحد من نقاط التحليل اللي هي يعني هناك الضغوطات اللي إحنا موجودين فيها أكيد والضغوطات أكيد هي عامل جدا مهم يعني الأم لما هي بتيجي بتشتغل خارج البيت وبدأت يكون فيه هناك كمان عليها أعباء في داخل البيت فعمليا هون بدي يكون فيه إشي على حساب الأولاد أو على حساب ممكن يكون الإشياء الأمور الخاصة فيها فعمليا كل تطور إحنا بنتقدم فيه للأسف إحنا مش وعيين أنه قديش ممكن يكون على حسابنا وحساب أطفالنا أمان الأطفال ومن هذا المنطلق لما نيجي منيحكي عن ضغوطات يعني نيجي منتطلع في دول أوروبية معينة اللي هنا بيشتغلوا خمسة أيام في الأسبوع مش ست أيام مش سبع تيام إحنا المجتمع العربي هون في عنا للأسف إنه إحنا أيامات سبت كمان بنشتغل أيامات جمعة كمان بنشتغل مرات بنشتغلش ولكن إحنا أغلب العائلات أو أغلب الأمهات أو الآباء ممكن يكون في عندهم ست أيام في الأسبوع للعمل خارج البيت وهذا طبعا بعكس على كيف أنه هي بدأ تقدر توفر كل الأمور اللي هي ملقاة عليها في داخل البيت وهذا لابد أنه بد يكون على حساب المراقب الفعالي لابنها لما ابنه هو في داخل الغرفة والغرفة ممكن هناك تكون هي في عنصر مثلا عامل معين هو غير آمن للولد وهي في أثناء هذا الوقت هي في المطبخ فعمليا هون بده يكون في عندنا طبعا إشي اللي هو بيأثر على الطفل أكيد رح نهيك نوضح لمشاهدين الحالات التي رصيدت يعني أثر هيك عدم الانتباهة عن سمية كاتي 15 حالة وفاة نتيجة الغرق و 15 حالة وفاة أخرى نتيجة السقوط 11 حالة وفاة نتيجة الاختناق و 10 حالات وفاة نتيجة التعرض للتسمم احنا هون كمان عشان نوضح هذا المعطة هو ما بين المجتمعين بالضبط هذا اللي بدي سيقيا قضية المجتمع العربي بأنه يعني شوية تفوق بالنسب على المجتمع اليهودي في كل ما يخص عدم الانتباه وضغطاته واحدة على الجهتين كيف أيضا نفسر هيا نقصة نعم بس واحدة من الأمور اللي احنا نتطرق لإلها إن كانت السقوط أو إن كانت الاختناق أو كانت تسمم أو الغرق هون في عنا تفاوت ما بين عام وعام في كيفية إنه هناك مين اللي أكتر برصد هون طبعا هناك إنه عنا هناك حالات الوفاء إن كانت في المجتمع العرب ومجتمع اليهودي بدأتي كمان مثال بسيط يعني في العام 2016 كان عنا تقريبا سبع وفيات جراء نسيان الأطفال في داخل الملاكب في داخل الملاكب هذا العام أو العام المنصرم 2017 كان عنا حالي وحدي وكان في عنا نتيجة المعطيات اللي كانت قاسية والحملة أي نعم هناك كان في عنا وسائل لي مش فقط يعني هناك عن طريق جامعية بتيرم ولكن العديد من المؤسسات اللي هي بتعني بسلام يعني هناك كان في انتصادة أو عنا نعم إن كان في وزارة التربية والتعليم وإن كانت في كل المؤسسات وأيضا بتيرم اللي هي كثفت من هذا العمل للحد من هذه الإصابات والظهر إنه حسب المعطيات في أمور طبعا هناك اللي هي تركت أثر وخففت وقللت من هذه النساب وأيضا كمان هون كان في ردع مخيف للأهل إنه سمعوا بالفترات الأخيرة بسنة 2016 إنه العديد وهذا عمل نوعا ما زي صحوة قوية للأهل والظهر إنه إحنا هون إحنا بنحكي عن إرشاد أو توعوي يعني هناك إذا عنا هناك يعني في عنا الجانب التوعوي جانب جدا مهم ولازم إنه نكثف منه وفي الأطر اللي طبعا هناك المناسبة لأنه المشكلة لعنا إحنا كمجتمع أيضا عربي اللي إحنا بنيجي منتطرق إنه إحنا بدنا نيجي نروح إنه نعمل برنامج توعوي اللي يكون في معادرة للأسف من مئة دعوي ممكن يجو عشرة وأنا مش عم ببالغ في الهاي ممكن ما يجيش ولا واحد فهذا بدل إنه قداش إحنا كمان كمجتمع تسلم أولوياتنا أو إنه التفكير أمان الأطفال إنه ما بيفوتوا بيتعمقوا كاتة ذكرت نقطة جدا مهمية وهي الصحوي ما بعد حصول الكارثة وهي نقطة يعني جدا أساسية في كل قضية سلوب تفكير المجتمع العربي في كل ما يخص أمان الأطفال بدأت بطرق هذا الموضوع أريد يعني أن نشمله بكل قضايا ضغوطات الحياة وكل قضية الاقتصادية وأيضا كل قضية حيوات الزيال اللي أيضا تحدثنا عنها في الفقرة السابقة عوامل كثيرة بالفعل عم بتأثر على بلورة قضية تفكير المشتبع العربي ناحية أمان الأطفال وهل هذا يعني من الممكن أن نعتبره مبرر؟ وكيف يجب أن نتعامل معه من خلال البرامج التوعوي اللي أنت عم تحكي بأنه ما في عنا وعي بالكفاية بتقبلها وليس فقط بتوجه إليها حتى إذا عرضت علينا لدينا مشكلة بأن نتقبلها ونتعامل معها صحيح يعني بداية إحنا هنا لما نتحدث عن الأمان يعني بداية لازم نتطرق أنه نشوف أنه هذا علم أنا بدي أتعلم الطفل وعالم الطفل لما أنا ببلش أنه أتعلم الطفل إيش المحفزات أو إيش العوامل بتأثر على هذا الطفل بداية من جيل ولادي لحد ما يصير 17 سنة هذا الطفل اللي هو يصبح شاب لازم يكون في عنا هنا طبعا تفنيد الأجيال مع العوامل بتأثر على إصابات الطفل فإحنا هون عم نتعلم الطفل وتعلمنا لهذا الطفل من خلال كمان أيضا جزء كبير غير أنه إحنا عم نتعلم الطفل من ناحية تطور الجسماني من ناحية أنه كيف تفكيره تمييزه للأمور كيف بشوف الأمور هو حوالي هل هو بيشوفه زي ما الإنسان البالغ اللي بيشوف؟ معناته إذا هو بيشوفه زي ما الإنسان بالغ معناته في الشي عندنا مشكلة معناته هذا الطفل بطل طفل هذا إنسان بالغ عم بيخلق ولكن هون لازم يكون في عنا إحنا الأهل نعرف أنه نتأكد أنه هذا الطفل هو بفكر بطريقة تختلف عن كيف أنا بفكر وأنا أنه مهمتي لهذا الطفل أنه أنا هاي الصفحة البيضة اللي هو عم بيبلش يكتب ويملي هاي الصفحة سطر ورا سطر وحرف ورا حرف بداية أنا المفروض أنه أعطيه يكتسب الأسليب السلوكية الآمنة وكمان من خلال هاي الأسليب أنا بمنع عنه كمان أنه يكون في عنده هذا الجانب العنيف اللي ممكن كمان يلجأ إلى إله ويكون اللي هناك فيه عندنا إصابات المتعمدة يعني كل الوقت إحنا بنتحدث عن الإصابات الغير متعمدة ولكن إصابات المتعمدة اللي هي فيها العنف فيها التنكيل فيها أمور أخرى اللي هي قد كمان ممكن إحنا بهذا الأسلوب اللي إحنا بنتبعه باكتساب الطفل زي ما هو بتعلم اللغات والرياضيات يبلش يتعلم إيش يعني مصطلح الأمان شو المصطلحات اللي ممكن كمان هي طبعا أنه ترافق هذا الأمان في مصطلح اللي هو طبعا إحنا بنجيوهم نحكي عن مصطلح جدا كبير اللي هو فيه هناك طبعا هناك أمور اللي هي ممكن تروح لها مفاهيم تاني كتب تعتقد أنه نحنا متأخرين في التعامل مع القضية بمعنى يعني عندما نتحدث عن آفة حوادثة الطرق نتحدث أن نحنا نفتقر إلى ثقاثة في قضية التعلم في التعامل على شوارع والطرقات في البلاد هل هذا أيضا يندرج بكل قضية أمان الأطفال بمعنى هل نفتقر منذ الصغر إلى تربية آمنة بمعنى الأهالي اللي بصلوا اليوم ليكونوا أصحاب قرار يعني يجب كان العمل معهم منذ الصغر ببناء جيل يمكن بيأخذ هذه القضية بعين الاعتبار جيل واعي ويتعامل مع قضية الأمان بأكثر سرامة وحزم سؤال جدا طبعا مهم ولكن كمان الإجابة عليه ممكن تكون نوعا ما كمان مطولة ولكن بدي أحاول قادر المستطاع أنه أنا أجاوب عليه بطريقة صحيحة عشان رسالتنا كمان توصل للأهالي أول شيء للأهل هني مثل ما حكيت أنه هني ترعرعوا وتربوا على نمط اللي في زمن يختلف عن الزمن طبع اليوم وهذا الإشي اللي هني بعد طبعا هناك كمان الضغط الجماعي إنه إحنا بنتمثل طبعا من الجار من البيئة من السيد من الست من الخالي من العمي فإذا هون في تفاوت هاي الأجيال ما بين الجيل طبعا السابق والجيل القادم والجيل الجديد فعملين هن في عنا تفاوت في التصرفات الأهل وخاصة الأهل اليوم وإحنا بنحكي عن الأزواج الشابة نوعا ما وهذا هون اللي بتمنى أنه يكون فيه يعني رسالتي تصل لإلهين لازم بداية أنه هناك قبل ما يفكروا حتى في التفكير في أطفال يعني بديكون فيه عند النمط وحياة سلوكية اللي هي متزنة ومستقرة بكيف أنه هني يتصرفوا الصح أمام أولادني يعني بصير شيء إذا أنا هون بالبلاد أنا بحطش الحزام الأمان لأنه الشرطة مش هون وكأنه الشرطة يعني هي مخالفة يعني إحنا هون بس بالآخر بتتحول لأرقام أنا في عندي مخالفة وأنا بدي أدفعها لا أنا بدي أمان طفلي لازم ابني يكتسب مني التصرفات والسلوكيات الصحيحة عشان يكون فيه عندنا جيل واعي وطبعا هون بالنسبة لقيله الدرجة الأولى مش البوليس حياته هي المهمة فهون بيكون فيه عندنا ربينا جيل اللي هو ترعرع على مفاهيم صحيحة بالإضافة لما إحنا منيجي منحكي عن المجتمع لما إحنا حكينا إنه فيه خضة وللأسف إنه الأهل لما بنخضوا إنه ممكن يغيروا شوي زيارة من سلوكياتهم ولكن أنا هون بكون حذري لأنه إحنا مجتمع عاطفي إحنا بهاي الفترة خفنا نخضينا خايفين على أولادنا ولكن بما إنه إحنا سفي عنا معطيات اللي هي نزلت مش سامعين عن هاي الإصابة ممكن نرجع نتكرر طبعا تتكرر التصرفات والسلوكيات اللي هي غير آمنة وهذا هون خوفي فإحنا هون إذا خلصنا هاي الحملات اللي إحنا كانت توعوية في هذا الموضوع لا إحنا منستمر عشان نضلنا إنه إحنا نكون منبهين زي ساعة المنبه للأهالي بقداش مهم عشان نلغي الضغوطات ولأنه إحنا عايشين في ضغوطات اقتصادية وعملية واجتماعية من كل هاي المفاهيم إنه إحنا نظلنا متذكرين وفي عنا أطفال اللي هن بحاجة للوعي الكامل والتركيز ومش أطفال عاديين أطفال يعني فضولهم جدا عالي في هذا العصر الجديد وفي أطفال صغار وفي أطفال صغار واللي يعني حركاتهم غير متوقعة كنت وصلنا معك لنهاية هاي الفقرة يعني بقى عن هيك وقت قليل بنحاول نستغله بتوجيه رسالة أخيرة للأشخاص اللي عم يسمعونا ربما نصيحة بتشوفيها كجوهر لهذا النقاش معك بتوجه للأهالي اللي هن عندن أطفال صغار يعني الطفل هو بنسخ تصرفاتنا وهو بيكتسب كل إشي مننا فما بقدر إنه أنا ألوم الطفل إزا يوم من الأيامات لما صار شاب وصبيه وما حط حزام الأمان ولكن أنا بدوري كأم اللي أنا خايفة على هذا الولد على هذا ابني اللي هو إنه أنا بدي بالمرحلة اللي أنا مش معاه إنه يحط حزام الأمان فلازم أتذكر هاي اللحظة إنه ابني هو المفروض إنه أنا أكون قدوي ومثال أعلى لإله ونكثف كمان أيضا من المتطوعين والمتطوعات في مجتمعنا ويكون زيادة فيه طبعا هناك مساعدة المجتمع العربي ككل ونكون قدوي على سبيل في عنا كمان يعني شغلة جدا مهمة اللي إحنا في عنا برنامج اللي هي جدات ومش بالصدفة إن إحنا اخترنا الجدات لأنه هني اليوم متفرغين أكتر هني بيستقبلوا أحفادهن هني ممكن يكون فيه إلهم ضغط وأيضا يكون فيه عندنا هناك تأثير على ابنهن على بنتهن وعلى هذا الجيل الصغير اللي هو يشوف مثال إنه ستة جاء على المدرسة عم تعمل فعالية لإلنا موضوع الأمان قديش ممكن إحنا نكون هنا عم نزرع مبادئ أول إشي هنا يعني يكون عندنا سلوكيات آمنة ويكون فيه عندنا أخلاق واحترام كمان إنه إيش إحنا بنعطي كمان لمجتمعنا ومننساش المراقب الفعالي هي جزء جدا 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 مهمة كل الضغوطات بس أنا ضغوطاتي بتوقف سفر يعني أمام إنه أنا ابني الضرار في أي وساعة الندم ما بينفع نعمل إشيء درهم وقاي خير ومنكن طاري علاج مية بالمية منشكر تواجدك معنا وتلبيتك لدعوتنا الدائمي الرائعة كي تنواصل قعوان مختصى موضوع أمان الأولاد من جمعية بيت تيرم ألف شكرا لكم